بالنسبة لاستقبال الرئيس النهاردة للفريق أول رقنا عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني طبعا كان فيه جلسة مباحثات مشتركة قبلها طبعا سيادة الرئيس زي ما بشوف حضراتكم على الشاشة قام باستقبال الفريق أول على فتاح برهان في المطار وطبعا حصل جلسة المباحثات اللي بقول لحضراتكم عليها كان بتتناول الأوضاع في السودان الجهود المتعلقة بتسوية الأزمة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسستها الرئيس شدت كمان على أن مصر حريصة على أمن السودان ومواصل تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار سواء السياسي الأمني أو الاقتصادي بالسودان ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم تعليقا طبعا على أهمية هذا اللقاء واللي بيحصل على الأرض في السودان والجهد طبعا اللي بتقوم بالدولة المصرية في هذا السياق معنا على التليفون معالي السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقي برحب بحداك معنا معالي السفير مساء الخير يا فانت مساء الخير أهلا بحركم السهلاة المشاهدين يا أهلا وسهلا بحضرتك أنا عايزة أبتدي بالسودان مع السفير لكن ممكن ما هو الشبقرة الاهتمام بالدولة زي ما احنا طبعا متابعين لأي مدى الدور المصري وهذا اللقاء بيكون يعني ماشي في السياق للتهدئة أو أن يكون في حل سياسي على الأرض واضح أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات الأوضاع التي تشهدها كل من منطقة القرن الأفريقي وخاصة في السودان وأيضا في منطقة البحث الأحمر لا شك أن هذه الزيارة بتأتي في إطار العلاقات السنائية المتميزة والمتفردة بين البلدين هناك نوع من الشراكة الاستراتيجية التي يمكن يسميها تحالف استراتيجي وليس مجرد تعاون استراتيجي وهذا التحالف يسمى لكافة القصاعات الأمنية والسياسية والاقتاضية والاجتماعية بشقية الصحة والتعليم والثقافة وبناء القدرات هذه الزيارة بتأتي أيضا في عقب زيارة رئيس البرعان إلى ليبيا وإجراء مباحثات هناك وأيضا حاليا قوات الدعم السريع في ليبيا لكن ربما لابد أن نشير أن الفجوة بين الجانبين ما زالت قائمة ومتسعة ويصعب الحديث عن أي لقاء كان يسعى إليه الجانب الليبي في هذا الصدق لقاءة مباشرة يعني أو تفاوض مباشر مع الأطلاف تفاوض مباشرة هذه الزيارة للرئيس عبدالفتاح البرعان أولا تؤكد على متالة العلاقات السلعية بين الجانبين في إطار التحالف الستراتيجي القائمة بينهما في الوقت الحاضر والتطلع إلى أن يكون هذا التحالف زؤفاق أوسع في المجال الأمن والسياسي والاقتصادي وخاصة الاقتصادي والأمن لجانب الاجتماعي أيضا هذه الزيارة تجيب في فترة نجد القرن الأفريقي المشتعل من بعض الأزمات التي تؤثر على الأمن والاستقرار ليس فقط في القرن الأفريقي وإنما يطال بالطبع بحكم الموقع الجورافي والعلاقات القائمة يطال للأمن والاستقرار في كل من مصر والسودان وأيضا في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي وأخصص بذلك التوجهات الأسلوبية تجاه الصومال تقوم بذكرت التفاهم التي أثرت الكثير من الجدل والاعتراض لأنها تخالف الاتفاقات والمواثيق والخوانين الدولية وهناك إجماع دولي من المجتمع الدولي على رفضها واعتبرها كأن لم تكن لأنها تنال من سعادة الصومال ووحدة أراضيها ويتعدد تدخلا في الشئون الداخلية بجانب ما تحدثت عن الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي واتصلهم بالطبع بالأمن والاستقرار في كل من مصر والسودان لا شك أيضاً لأن المبحثات تناولت بجانب العلاقات في الإطار الصناعي وزيادة التعاون في كافة المجالات وخصصاً الاقتصادي والتجاري والاستثماري هناك اهتمام طبعاً بالقضايا الحيوية منها أزمة السودان ضرورة التوصل إلى تسوية وتجاوز هذه الأزمة من خلال معالجة القضايا الرئيسية وكانت الوضع الأمني أو الوضع السياسي أو الوضع الإنساني خاصةً وأن مصر لها دور محوري في كل هذه المحاول وخاصةً فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنسانية حيث في مصر ما يقرب من حوالي خمسة أو ستة مجيون مواطن سوداني وعملوا معاملة المصريين في كافة نعم الدور المحوري الحديك بتشيل ليه في تعامل الدولة المصرية مع مختلف الأزمات في الإقليم مع حدودها بكل تأكيد هنا هاخد حضرتك كمعالجة السفير للوضع في قطاع غزة واتصال الهاتفي لتلقى سيات الرئيس من الرئيس الأمريكا طبعاً ما هواش الاتصال الأول من نوع طول الفترة إفتة تعددت الاتصالات وطبعاً إحنا شايفين حتى التطورات اللي بتحصل على الأرض لكن دلالة الاتصال في هذا التوقيت خاصةً أنه الأمال يعني معقودة على قرب التوصل للتهدئة أو هدنة لا شك لا نفر منذ البداية تلعب دور محوري وأساسي في الوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وهذا الدور المحوري والأساسي ليس قصراً فقط على الأوضاع الإنسانية وإنما هو يتعلق أساساً بضرورة وقفة لقناة ومعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل وشامل وأيضاً الإفراج على المسجونين والمعتقلين والمحتجزين من التراثين وصولاً إلى التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين وقامت دولة الإسرائية متصلة عاصمتها القدس الشرخية هنا والدور المصري يلقى كل التقدير والاحترام والتأييد وربما هو الدور الذي يحظى بكل الاهتمام والتأييد والاحترام سواء فيما يتعلق بوقفة لقناة سواء فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية سواء فيما يتعلق بالمحتجزين والوساطة التي طالع بها مصر أساساً مع قطر أو الهاتف المتحدة الأمريكية أو أطراف أخرى لكن من المهم جداً أن نعلم أن هناك نقطة جوهرية ما زالت هي تمثل فجوة في الموقف المصري مع الموقف الأمريكي أن مصر تصر على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل والجانب الأمريكي يتكلم عن هدنة طويلة الأجل ووضو عايزين نرغب تحداك بتقوله أسفى معالي السفير بالأكد عليه السيئات الرئيس مبارح أنه وقف إطلاق نار بشكل دائم ومسادام وحل سياسي وكمان مسألة المساعدات الإنسانية ومعض الرفح المفتوح على الدوام بالضبط هذا هو الهدف الرئيسي بالحديث الرئيس أن وقف إطلاق النار يعني وقف التصعيد إما استمرار وقف إطلاق النار أو عقده ودن طويلة أو قصيرة لا تعني على الإطلاق وقف التصعيد الموقف الأمريكي في هذه النقطة موقف متضارب عندما يتحدث عن ودن طويلة أو قصيرة ويطالب وقف التصعيد هذا أمر متناقض أما الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل دائم يعني وقف التصعيد يعني التوجه للتهدئة يعني معالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل يعني الإفراج عن كافة المسجنين والمحتجزين من الترفين ويكون هناك أفق سياسي لحل يرضى به الجانب السلسطيني ويتم تسوية الأزمة مفهوم كل الشكر والتحية لحداك مع السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقي ترجمة نانسي قنقر